يمكن الرئيس كان بيتكلم النهاردة وفي اللقاءه بيقول لو عندنا اكتر من كده هنعمل لكن احنا بنعمل في حدود المتاح اللي احنا قادرين نعمله لازم نفهم ان هذا وطن لا يمكن انه يبخل على ابنائه او يبخل على مواطنيه باي نوع من انواع المساعدة لانه ده اصل حماية الامن القومي ان تستطيع الدولة ان تتعامل بجدية مع قضايا واشكاليات المواطنين اللي عايشين فيها الاقترابات اللي حصلت دي اقترابات بتساعد كثيرا على مواجهة اثار كتير حصلت في الفترة الاخيرة نتيجة ترقومات ازمات وتحديات على مستوى العالم وعلى مستوى الاقليم الدولة المصرية ليست طرفا فيها ولكن هذه الرؤية رؤية بناء على قرارات وليست قرارات مفاجأة وليست قرارات يعني اعتبارية ولكنها قرارات جوهرية في الاساس لمعالجة خالة الواضح يمكن كلام الاستاذ خالد البلش نقيب الصحفين مع حضرتك محدد وكان بيتكلم في الصحفين المقيدين في النقابة ودي امر مهم جدا يمكن فقامة رئيس كان حريص ان هو يتكلم عليه ويحدده الصحفين المقيدين في النقابة ده امر بيتيح تمتع فئات كثيرة من الصحفين بداه لما بتتكلم على اشكاليات المزارعين وبتتكلم على الديون وجدولة الديون بتاعتهم حتى نهاية عام 20-24 في حدود معينة انت بتتكلم على رؤية كمان لهذه الاشكاليات ورؤية الاشكالية الفلاحة الحقيقية لما بتتكلم على زيادة اعباء او زيادة المنحة الموجهة ليه موجهة غلاء المعيشة الناس ممكن تغسلها انك انت بتكلم في 300 جنيه زيادة او 400 جنيه زيادة انما الاصل ان انت موجهة لكام مواطن مصري هتمتع بيها وكلفتها شكلها قد دي وقيس على ده بقية القرارات اللي اتخذت في مختلف الاصعيدة لكن المهم جدا كمان القرار بتاع الاعفاء الضريبي انك بترفعه بهذه النسبة من 36 ألف جنيه ل 45 ألف جنيه ده امر مهم جدا الاقطاع كبير جدا بيعمل في اجهزة الدولة المختلفة وبيساعد كثيرا على برضو زيادة الدخل من ناحية طبعا طب هنا هب انتقل معاك لو صح تعبير لقطة اليوم هي جزء من كل عندي مشروع تنموي ضخم جدا اسمه حياة كريمة بيشمل كل قرى مصر وملحقتها وده الكل الجزء بتاعه هو اللي احنا كنا بنشوفه النهاردة في ستس الأمر وانا حتى كنت بقول للمشاهدين يعني الشارع ده في قرية في مصر مش في مدينة ولا في مواقع حفظة كبرى ولا في العاصمة المدرسة مجمع الخدمات المستشفى اللي كنا بنتكلم عليه كل ده انا بتكلم على قرية مصرية اصبحت بهذا الشكل لما نتكلم في ده في اطار انه جزء من كل خلينا اخد من كلام سيادة الرئيس ان احنا لما عملنا اجراءات الاصلاح الاقتصادي في 2016 كان هدفنا تحقيق تصارع كبير جدا في عملية النمو في الدولة المصرية ويمكن كان الاقتراب من خلالها من خلال مجموعة من المقدارات الصحية والتعليمية والاقتصادية بس اهمهم كان مشروع حياة كريمة وده يمكن المشروع للدولة المصرية بتقدمه كمشروع ريادي في القرى وللعالم والمشروع اللي بتنقله عنها اكتر من دولة النهاردة الحياة زي التجربة الصينية وزي التجربة اليابانية وزي التجربة الالمانية اصبح لنا حالة خاصة تنموية اسمها حياة كريمة وده أمر اللازم نتوقف عنده أنك أنت تعمل علامة وطنية جديدة لهذا الوطن تستطيع أن تصدرها عنه وتستطيع أن تصدر أنه رغم كل هذه العقبات التي نتحدث عنها وكل هذه معوقاته ولكن هذا الوطن قادر من خلال مواطنية وقادر من خلال عماله وفلاحينه وموظفينه وكل قطاعاته أن ينتج هذا المشروع الكبير اللي اسمه حياة كريمة حياة كريمة اللي حريك بتكلم عليها جزء من كل إحنا كنا مفروض نروح فيها في مساحات أبعد كتير جدا من اللي بيتحقق على الأرض النهاردة لكن المناطق اللي رحنا لها هل المواطن مدرك حجم التغيير اللي حصل عنده هل المواطن مدرك لو ما كانتش الدولة عملت الاقتراب ده بالمدخلات اللي عملتها دي كان الحال عنده حياته شكلها عمل إزاي أنا أعرف ناس بتتكلم أنه هو كانت بتدفع مثلا ما يقرب من 20 ألف جنيه في نزح مياه الصرف أنت النهاردة بتحللهم مشاكل كتير في مياه الصرف في مياه الشرب النظيفة بتحللهم مشاكل كتير في التعليم بتحللهم مشاكل كتير في الصحة بتحللهم مشاكل كتير في الصناعة أنت بتعمل تجربة تنموية مختلفة بقدرات أهل القرية دي والاقتراب ده على فكرة لما بتبص المشروع حياة كريمة الاقتراب ده تكاملي وليس تنفسي يعني لما بتبص الجوهر المشروع أنك زي ما قلت الحضرية كده لو بتكلم على ستس الأمراء وبتشوف الكرة اللي حواليها هي هتشتغل في قطاعات انتجية واقتصادية وتصناعية تخص طبيعة القرية دي أو خبرات أهلها الكرة المحيطة بيها هتشتغل في حاجات تكاملية بحيث أنه في النهاية يبقى عندنا محافظة انتجية بتنتج حاجة تكاملية ما فيش تنافس بينهم وده بيشجع أكتر على اللي حضرتك بتتكلم عليه أنك أنت ما يبقاش عندك سياسة الهجرة الداخلية النفور إلى الداخل الداخل المصري يعني أنك أنت الناس تغادر للدولة المصرية وتتجه إلى المحافظة أو العاصمة الرئيسية الكلام ده مش هيبقى موجود أنت هتبقى شغال في قلب القرية على هذه المشروعات التنموية على هذه الخدمات وتستغلها من أجل تفجير طاقات أبناء هذه المحافظات لما بتكلم على الملاعب والإنشاءات الرياضية حتى الصغيرة اللي احنا شفناها النهاردة هناك لأنت بتلبي احتياجات عند قطاعات من الشباب موجود هناك فأنت بتكلم على مشروع متكامل الكل فيه بيحقق الجزء اللي احنا عايزين نوصله بس لازم نقدر أن كل المشروع التنموية المصري تعرض إلى عقبات حققية وعلى المواطن أن يدرك ده وأن يدرك أن هذه التحديات ليست بالسهلة